في الأسبوع الأول من الشهر الثامن للحمل ولد علي لتبدأ بعد ذلك معركة جسده الصغير للعيش والنمو كنت حسي أنه ابني ما رح يعيش الحمد لله أنه صار منيح الحمد لله بكرة طالع وفي غرف العناية الفائقة الملاصقة لغرفة علي ثلاثة أطفال يخضون معركتهم الخاصة خصوصا أن اثنين منهم وهما توامان ولد في الأسبوع الرابع والعشرين أي الشهر السادس العلاج بتعدد حسب شو عنده مشاكل الولد إذا بس قبل بوقت خلي وعنده مشاكل بالرئة بنحطه ويت تيوب بالرئة التانية وبنعطه ضواء خصوصي للنضوج الرئة بس كمان إذا بيصد في مضعفات كتير بتكتبع أنه هالبابي اللي خلي بريماتشور أو قبل بوقته كل أعضاء جسمه بعدهم مش كاملين النمو بس التكلفة أول ما يجي الطفل ويكون وضعه كتير حريج ممكن تكون باهظة جدا يعني بين حوالي 1500 دولار بنهار أو يمكن تتجاوز هالمبلغ قليلة هي العائلات القادرة على تحمل التكلفة الباهظة للعناية بالأطفال المولودين قبل أوانهم أو ما يسمى بالأطفال الخدج لذلك اقترح دكتور خالد يونس على خمس أمهات عانين من هذا الوضع الصحي إنشاء جمعية لمساعدة باقي العائلات وعندئذ أنشأنا ما يعرف بالنيونيت فند في المركز الطبي للجامعة الأمريكية الذي أمن أيضا سيارة أسعاف تفوق تكلفتها 500 ألف دولار قادرة على نقل الأطفال بين مختلف المستشفيات نيونيت فند صار عمره سنتين صارنا لحديد هلأ مساعدين 200 عائلة الاساسمنت اللي بنعملها حسب الوضع المادي طبع الأهل وكل عائلة بعيلتها بتاخد نسبة المساعدة اللي نيونيت فند بقدم لهم إياها فيها هيدا المساعدة بتبلش من الألف دولار فيها توصل لحدود 200 ألف دولار هي إذن رسالة حياة تطلقها هذه الجمعية لمن هم أصغر المقاومين في العالم ولمستشفيات هي بحاجة بشكل متواصل لمساعدات تسهم في تطوير عملها مساعدات قد تقدمها دول أو منظمات أو حتى عائلات تتراوح بين مساهمات مالية وعينية وصولا إلى حد تقديم مبان تخصص لعيادات الأطباء ترجمة نانسي قنقر